السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل الصحفي مشاكل رد بقوة على قناة بنسبورت حول قرار الفيفا بخصوص مباراة الجزائر والكاميرون أتمنى قبل البدء بهذا الخبر لايك واشتراك أخواني وأخواتي وهذا فضلا وليس أمرا هام لجنة الانضباط تقرر في انتظار قرار لجنة التحكيم واللجنة عليا الفيفا التي أصبحت على رأس القضية القرار النهائي الأسبوع القادم الفيفا تصدر عقوبات تأدبية بخصوص بعض مباراة تصويت كأس العالم في فا قطر 2022 من بينهم مباراة منتخباء الجزائر والكاميرون غرامة مالية قدرها ثلاث تراف فرانك سويسر على اتحاد الجزائري لكرة القدم طبعا هكذا فعلوا مع المرحوم لكل عارف المرحوم صدام هكذا فعلوا مع المرحوم صدام عدمو يوم العيد كرسالة لكل العرب والبينسبورت فعلت نفس الشيء رغم أن موقع الفيفا لم ينشر أي خبر لكن أقول لهم هيهات نحن في أدلة لا تخطر على بالكم يا كيان هذا طبعا على الصفحة الرسمية الخاصة بعارف مشاكرة هو الذي نقل هذا الكلام هذا على الصفحة الشخصية طبعا دار غرامة على أكثر من ستين مباراة والجزائر من بينهم بسبب رمي الكراسي اللي كان في المدرجات يعني هذا كتأديب للجمهور طبعا لو نشجعين هنا عاجل البينسبور تتراجع عن موقفها تتراجع عن موقعها وهنا خطأ هنا تقول خطأ أنا عرفت أنه هو صاحب في جزائر من قام بنشر هذا الكلام وثم نزحه بقول أنه هذه غير مقصودة مناورة لكسر وتحطيم المعنويات أنا أقول لها ليست صدفة عاجل البينسبور تتراجع عن موقعها وتتدارك الخطأ هل هي مقصودة المناورة لكسر وتحطيم المعنويات أنا أقول أنها ليست بصدفة هذا ما قاله عارف مشاكرة على صفحته الشخصية بنسبورت وإن شاء الله يقال أن القرار سوف يكون الأسبوع القادم ولجنة الانضباطية من تقرر هذا الخبر أتمنى من أخواني وأخواتي دعمي بلايك واشتراك إن شاء الله سوف أكون معاكم بكل الأخبار القادمة بإذن الله ستكون خير إن شاء الله تعالى وإن شاء الله تنعاد المباراة أو تتأهل بإذن الله تعالى لا تنسوا الوضع اللايك واشتراك أخواني وأخواتي وكل عام والجميع بألف خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة